مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء المباشر في نافذة الليلة ونلتقي فيه سياسيا وإسلاميا وداعيا ومفكرا مغربيا هو حاليا نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية فضلا عن أنه من منظري حركة التوحيد والإصلاح له مؤلفات عدة أبرزها كتاب الغلو في الدين وكتاب عموم الرحمة وعالمية الإسلام نحاوره في قضية الانحرافات الفكرية لدى الشباب والتي تؤدي به إلى التطرف في أحد الجانبين إما بالغلو في الدين واستخدام العنف أو التطرف بترك الدين أو التشكيك فيه أو ربما الإلحاد نناقش أسباب هذه الانحرافات وكيف نجنب الشباب الوقوع فيها وكيف يمكن معالجة نقاط الخلل وهل أسهم ما حدث من انتكاسات لثورات الربيع في إحباط قطاع من الشباب بشأن جدوى التغيير الأمر الذي انعكس عليه سلبيا وأدى إلى انحرافات فكريا نرحب معكم بالدكتور أبي زيد البقري الإدريسي الباحث والمفكر الإسلام المغربي دكتور مرحبا بكم أهلا وسهلا دكتور نسعد بأن تحاور معكم في موضوع الشباب إن الشباب إذا سمى بطموحه جعل النجوم مواطع الأخدام كما يقول الشاعر كلمة مدخل همية الشباب في حياة الأمم والشعوب يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت أوصى بالشباب خيرا وقال استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرق قلوبا وهي عبارة دينية بعدها الفكري أن عندهم قابلية للتغيير صحيح ونصرت بالشباب وخذرني الشيوخ هذه تجربة رسول في 23 سنة من الدعوة صلى الله عليه وسلم لاحظ أن عموما وافقوه وناصروه واتبعوه من الشباب وأن نسبة الشيوخ كانت في الذين اتبعوه قليلة والعكس نسبة الشيوخ في الذين عارضوه كثيرا والشباب قليلة فإذا الشباب من مستقبل أي بلد الآن أوروبا قلقة من الشيخ وخذ ديمغرافي لسبب واحد هو أن نسبة الشباب فيها التي سترت الشيوخ في خبرتهم ومجال عملهم وتسير بلدهم قليلة فمن هنا الشباب هم الحياة حتى على أبسط مستوى وهو المستوى الديمغرافي المحد هم مستقبل الحياة وبدونهم لا مستقبل لأي أمة أو شعب هذه القيمة الإنسانية الاجتماعية هذه المادة الحيوية في صناعة المستقبل كما يقولون تهددها الكثير من المسائل في السبعينيات كنا نخاف على انحراف الشباب ربما في بعض المسكرات في بعض المخدرات في بعض القضايا التي تبدو بسيطة لكن الانحراف الآن تغير كثيرا ما هو المقصود الآن في الانحراف؟ هل هو التطرف الديني الفكري المغلط؟ كيف تفهم الانحراف الآن؟ هو شبابنا اليوم مستهدفون من فئتين يصنعون مستقبل أسود لهادي الأمة ويهيئونه من خلال الشباب فئة تستهدفهم بمخاطبة الشهوات وفئة تستهدفهم بمخاطبة الشبوات على مستوى الشهوات أخطر الآن ما يتهدد شبابنا المخدرات ذلك أن بقية الروابط الأخرى الشهوية يمكن تخلص منها لكن الإدمان هو العنوان الأول ولهذا اليوم تأكد أن عصابات ترويج المخدرات على المستوى الدولي ليس وراءها فقط دافع مالي أو إجرامي وإنما أحيانا تكون مربوطة بالجهات استخباراتية وأمنية وسياسية كيف نفهم؟ أن بلدا مسلما ما دون أن أذكر اسمه متفوق على مستوى التطوير التكنولوجي والصناعي هناك عصابات الكوكاين تستهدف طالبته في كلية العلوم قسم البحث العلمي بالدكتورة ونسبة الإدمان في هذا القسم 20% وهي نسبة ربما تكون عادية في الطبقات الضائعة لكن ليس في الطبقات التي وصلت إلى مستوى أن تمارس البحث العلمي في سلك الدكتورة المستوى الثاني من الاستهداف واستهداف الشبوات كان في الستينات والسبعينات استهداف من الشيوعية بالإلحاد اليوم وقد تدين هذا الشباب دفعوا به إلى الجهة الأخرى وهو التطرف من أجل استقطابه وتوظيفه ضمن مخطط مخابراتي يقوم على تهويل أمني من أجل الوصول إلى الزجب الشباب فيما يراد تصوير الإسلام به من التطرف والإرهام والعنف نعم في كتابك المعروف تحدثت عن الآخر أو عن العنف ورؤية إسلامية الرؤية الإسلامية واضحة ولكن دعني أستعير مما وصفته بسيكولوجية المقهور وتحدثت عن جوانب عدة يمكن أن تصنع هذا القهر أعني هنا الجانب الإعلامي كيف تشرح ذلك دكتور؟ ورد هذا بالضبط في كتابي معدلة العنف ورؤية إسلامية وأنا عندي كتابان متكاملة الغلو في الدين المظاهر والأسباب ومعدلة العنف ورؤية إسلامية لأن الغلو ينتهي في قمته إلى العنف المادي وكنت أتحدث في فصل خاص سميته نحو نموذج تفسيري جديد لظاهرة العنف تناولت فيه خمس مستويات من هذه الأسباب المستوى التصوري والمستوى الدهني والمستوى النفسي والمستوى السياسي والمستوى التربوي وتكلمت في المستوى النفسي عن سيكولوجية الإنسان المقهور وهذه الأمانة ليس مصطلحي هذا مصطلح الدكتور مصطفى حجازي وهو من كبار علماء النفس الاجتماعي في العالم العربي وعميد علماء النفس الاجتماعي في مصر وعنده كتاب بهذا العنون سيكولوجية الإنسان المقهور الإنسان المقهور غالبا ما ينتهي إلى أن ينقاهر مرتين من قاهره مر بأن يمارس عليه قهره ومر بأن يدفعه لتبني منهجه وعطيت أمثلة النازية قهرت اليهود مر أولا بأن عذبتهم وثانيا بأن تبنوا فكرها في الصهيونية فصارت الصهيونية هو النموذج النازي ضد الفلسطينيين المستوحى من النازية الألمانية لدى اليهود في فلسطين ولهذا لما يستطيع الإنسان في أوضاع خاصة وبالشرط تربوي وفكرية استثنائية أن يتعالى على هذا نسجله في الخالدين مثلا عمر المختار لا يقتل أسرى الطاليان والطاليان يقتلون أسره بالجملة مرة كان عمل الطاليان مذبحها فمسكوهم بضابط طالي كبير فحب واحد مننا الذين قتل آباؤهم أن يقتله فقال نحن لا نقتل أسرهنا قال إنهم يقتلون أسرهنا قال ليسوا قدوة لنا وأنا استعرطت نموذج عن القادر الجزائري الذي توسط لنصار الشام في مذبحة الدروز سنة 1860 وحماهم في قصره وتوسط لدى الفرنسيين ولدى العثمانيين من أجل وقايتهم هو الذي خرج من مذبحة الجزائر الذي 16 سنوات الفرنسيين يذبحون الجزائريين أعطيت نموذج لابن تيمية عندما دفع لدى ملك التطار عن أهل الدمة وأغلبهم كانوا يشتغلون مخبرين لدى الجيش التطاري أعطيت أمثلة لكن الغالب بوسطاء الناس يسقطون في فخ سيكولوجية الإنسان المقهور والإنسان المقهور يتحول إلى جبار وإلى منتقم ويتحول إلى عنيف بفعل العنف الذي مورسا كيف يستعمل إعلام في هذه ظاهرة العنف والتعنيف مرة أخرى يعني هو عنيف ويمارس هذا العلم أردت أن أسألك عن الحالة الإعلامية تحديداً وقد ذكرتها وأشرتها إلى وهي مهمة جداً صحيح لأنه قضية العنف اليوم حكاية بوكوحرام وداعش والقاعدة تمام والوسائط الإعلامية والاستدراج الشباب والوسائط السوداء في الجزائر كل هذه الحكاية وأبو سياف في الفلبين وغيره هذه الحكاية كلها وراءها ثلاثة أطراف طرف الأول الاستدراج المخابراتي الطرف الثاني التهويل الإعلامي الطرف الثالث القابل للعنف لدى شبابنا أي الاستجابة الغبية ولهذا الوسيط الإعلامي هنا يلعب دور كبير لماذا؟ لأنه يركز أولاً على حالة معينة بير بورديوه كأكبر فيلسوف إعلام في العالم ومؤسس علم اجتماع الإعلام لسوسيولوجي المدية ومات عن تسعة كتب أحدهم كتاب عنوانه التلفزيون وآلية التلاعب بالعقول أعطى فيه أمتلة حية وأعطى هذا السؤال قال لماذا إذا مرس عنف القبال المسلم يسمى العنف الإسلامي أو الإرهاب الإسلامي وإذا مرس لماذا إذا مارس يهودي لا يقال عنف يهودي إذا مرس نصراني وأعطى أمتلة العنف اليهودي في فلسطين العنف النصراني في البوصنة والإرسك العنف البوذي في بورما العنف الهندوسي في كشمير قال لماذا لا يسمى هذا العنف بأسماء دينية هذا من دور والتهويل الإعلامي يمارس حالة من شيطنة الإسلام حالة من تبشيع المسلمين لدرجة أنك تجد أنه عندما تقع عملية عنف وتفجير مثلاً يقول انتظر قد يكون إرهاباً وقد يكون جريمة عادية إذا طلع شخص مقتل عقلياً حتى لو هدم عمارة وقتل ألف يقولوا لا هذا مش عمل إرهاباً طبعاً والوسائل الإعلامية مقتدرة وأتصل بسهولة في التلفزيون في الوسائط الإعلامية هذا السجال الذي تفضلت به وقد ضربت أمثلتين كثيرة لعلها تجد في أزمة العقل وهذا واحد من كتبك المهمة القرآن والعقل القرآن والعقل أريد أن أركز على أزمة العقل تقول دكتور بأن باسم الإيمان يلغى إلى حد ما دور العقل كيف تشرح ذلك وما علاقة ذلك بمآسي الشباب اليوم في المجتمعات العربية الإسلامية في كتابي القرآن والعقل عندما استعرضت بعض مظاهر أزمة العقل وركزت على ثلاثة غياب فقه الواقع غياب الفقه السنني شيوع منظومة الخرافة قلت السبب وراء أزمة العقل التي يمكن أن نعدد لها ليس هذه المظاهر الثلاثة وإنما مئة مظهر هو أنه في عصر الانحطات سيطر على المسلمين نوع من الخوف وهو خوف واهم أن العقل خطر على الإيمان لأن العقل يقود إلى الشك والشك يقود إلى الريب ويزعزع الإيمان وأننا لكي نكون مؤمنين علينا لغي عقولنا نكبح جماعة وهذه تجربة سعبلت كبح كبح جماعة العقل وهذه تجربة عاشة الكنيسة الكنيسة التي كانت تطلب من الناس أن يتركوا عقولهم جانبا لكي يؤمنوا وأنهم إذا استخدموا عقولهم فإنهم لن يؤمنوا والنتيجة كانت لما وصل القرن السادس عصر وجاء عصر النهضة وتطورت الكشوفات العوم استضم العقل بالدين وهو في الحقيقة استضم بالكنيسة لكن الدين هو الذي أدى التمن لهذا الخوف من التفكير العقلاني ولهذا الجزء الثاني الذي هو نمادس تطبيقية خصصته كاملا لثلاث آيات قرآنية أريني أنظر إليك أريني كيف تحيي الموتى لا أحب الآفلين وبينت أن القرآن لا يكتفي بالإشادة بقوة عقل الأنبياء وتشققهم وطلبهم الدليل العقلي وجرأتهم في مناقشة قضايا الإلهيات والغيب وإنما يشيدوا بذلك ويسجلوا في لوحات مفصلة في القرآن الكريم مشهد إبراهيم هو يحاور مشهد موسى هو يحاور مشهد إبراهيم هو يتشكك وهذا التدرج بلسألة الأساسية في الإقناع أن نعود إلى الشباب وربما هذا المستوى الفكري جميل ولكن نحتاج إلى أن نذهب إلى الشباب ربما بلغتهم الشباب الآن من هم المنحرف ومن هم المنكسر المقهور أستعير عبارتك في كثير من القضايا تطلع إلى الحرية تطلع إلى الديمقراطية إلى العيش الكريم كيف تختصر لنا دكتور وضعية الشباب العربي المسلم ما هي المخاطر التي تتواجهه ما هي أزماته النفسية والاجتماعية مع المخدرات مع الهجرة غير الشرعية الحلم الديمقراطي العالم الآخر يعني كيف تختصر هذا أولاً الشباب اليوم حتى لو كان مستوىه التقافي بسيط وشهادته متواضعة فهو يتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط إلى درجة الإدمان يعني هناك الرغبة أو الفضول متوفرة أبنائنا الآن يتعاملون مع هذه المواقع أكثر من أبناء الأوروبيين أنفسهم ومن خلالها يطلع على أشياء كثيرة وتتداول وبعضها صحيح بعضها غير صحيح لكن عموماً من المناخ العام ومناخ عدم التقاء ومناخ الخوف على المستقبل تقرير التنمية العربية إلى 2050 يعطي هذه الحقيقة السوداء سنة 2050 ستكون الأمة العربية محتاجة إلى 60 مليون منصب شغل لن تستطع في ذل هذا الوضع أن توفر بالكاد إلى مليون منصب تخيل من كل 60 شاب 59 محكوم عليه في أفق 2050 بالبطالة وهذا يخلق حالة من الإحباط الشديد خصوصاً في مجتمعات متخلفة ما زالت ضربة الشهادة للعمل بين قوصين هذا الاستنتاج الجميل كيف يوظف هذا الإحباط من جهات المخدرات من أيضاً الانتحار عملية الغروب والإلحاد سنأتي إلى الإلحاد ولكن أجبني دكتور في موضوع كيف يوظف هذا من جهات داخلية وخارجية في استقطاب هذه الفئة المحبطة نفسياً وجرها إلى الرذيلة بين القوصين داخلياً داخلياً جزء كبير من الدور يعود إلى أحزاب المعارضة التي لا تفهم أحياناً أن نشرها لتقافة الإحباط من أجل فقط الكيد بالأحزاب المسؤولة التي هي في الحكم سوف يؤدي ربما إلى إضعاف هذه الأحزاب في الانتخابات القادمة لكن قبل ذلك سيمر عبر إضعاف تقة هذا الشباب بوطنه بمستقبله بذاته بدينه بهويته الحضارية هذا الجزء الأول من المشكلة الجزء الثاني هو أطراف مبتوة داخلنا وظيفتها هي إشاعة كل ما هو سلبي ربما بسبب حالة نفسية عامة حتى عند هؤلاء المحبطين جزء كبير من من ينتجون برامج إلكترونية للسخرية السوداء هم أصلاً حالات إحباط داتية وأنا أعرف بعضهم عانوا مر البطالة قبل أن ينتجوا برامج كلها سخرية وكلها استهزاء وكلها تبخيص حتى بما هو إيجابي وهو قليل لكن ينبغي أن يبرز فعوض أن نكون إيجابيين وأن تكون عندنا عين النحلة تبحث عن الزهرة عندنا عين دبابة تبحث عن الزبالة خارجياً معروف هناك صراع حقيقي لم يستطع الغرب أن يتخلص مع عقدة صراع مع الإسلام هناك خوف من هذه الأمة هل تسمح لي في هذا السياق دكتور يعني إذا كان الشباب الإسلامي قد صحى وانتبه في فترة ما عبر عنه في الصحوة ثم الآن المواجهة ثم الحلم الديمقراطي الربيع العربي أصل إلى ما كنت توشر إليه الآخر كيف يعمل كيف يصطاد في الماء العكر كما تقول هذه العبارة الشهيرة الآخر هو يتخوف من أن هذا الجسم هذه الكتلة الممتدة من طنجة إلى جاكرتا رغم كل ما فيها الآن من مشاكل ومن محبطات ومعوقات وما فيها من أعطاب داخلية وثغرات بنيوية إذا نهضت يمكن أن تستعيد سيادتها على هذا الموقع الذي مساحته أكبر من مساحة القمر صحيح الذي فيه تمانين فيه أمام الممرات الاستراتيجية المائية الذي فيه الطاقة والوقود والنفط الذي فيه قوة شبابية هائلة أي قوة ديمغرافية ورأس مال رمزي كبير وبالتالي يتسعى إلى أن نموذج الربيع العربي الذي حصل سنة 2011-2012 لا يتكرر إذا كانوا إخوانهم وبنوا جلدتهم من نفس دينهم وعرقهم اللي هو أمريكا اللاتينية أمريكا وحدها سعت ثلاث مرات إلى كسر موجات الربيع اللاتيني وقضوا في خمسين سنة بيننا وبينهم فارق خمسين سنة تفوق حضاري في خمسين سنة كسرت ثلاثة أمواج وحولت ربيعها إلى خريف إلى أن انتصر أبناء هذه المنطقة الآن واستقلوا نسميا عن أمريكا واستطاعوا أن يخرجوا من عنق الزجاج كيف بنا نحن؟ ونحن في مواقع استراتيجية في العالم نحن نمسك من ممرات استراتيجية على رأس يباب المنديب ومديق هرمز وقناة السويس وجبل طارق نحن أمة الإسلام التي عندهم معهم عقدة السراع الصليبي قريبون من أوروبا وبيننا وبينهم فقط هذا البحر الصغير المشترك الذي هو بحر أبن المتوسط لا شك أنهم لن يسمحوا لهذه الأمة في أن تنهب ولهذا هم الذين يقودون عن نية وبلغة أبسط وأوضح بعض القنوات بعض الإذاعات الأجنبية تدعو إلى التبشير الديني بشكل واضح وهي متفرغة لهذا هذا الذي أريد خاصة في منطقة بلاد المغرب العام في الجزائر ومغرب في تونس يعني معاناة ويستهدفونهم باللهجات المحلية نعم واللهجات أمازيغية هل هذا وأيضا الجنسية والزواج من أجنبية موجة الإلحاد هل تدخل في هذا الإطار ولها علاقة أنت تقول موجة الإلحاد هي حالة نفسية وظاهرة عابرة وتعبر عن حالة إحباط هي موجة الإلحاد كانت قد انقرضت بانهيار شيوعية وهذه الموضة انتهت في الستينات والسبعينات عند التمانينات إلى شيء من الانقراض والإمحاء وخلفتها موجة خجولة تسمى أصحابها بالحداتيين والليبراليين وكانوا يختبئون وراءها للتملص من أي التزام ديني شخصي أو فكري أو حضاري لكن اليوم مباشرة بعد انهيار ربيع العربي وتحوله إلى خريف ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الإحباط يسجلها الشباب الذين يتواصلوا مع بعضهم البعض ويحدثون عنها أبناء الصحوة الإسلام أنهم يصدمون في شباب كانوا ملتزمين وشباب كانوا متأملين في الحركة الإسلامية نفسها فلما انهارت وانقلبوا في حالة عابرة لأنها تتعلق بلحظة إحباط ولكنها حالة سيئة جدا لأنها تتعلق بأشخاص فقدوا الأمل وهؤلاء انقلبوا من المشروع الإسلامي إلى الشك في الدين نفسه وبدأوا يطرحون أسئلة وهنا تم الاستنجاد بتيارة فلسفية الحادية موجودة وجاهزة أكاديميا وكتبها موجودة وموقع موجودة ولكنها تتحرك في إطار أكاديمي صرف وليست بشكل مستهدف للمسلمين هم اتصلوا بها وبدأوا يمتاحون منها أسئلة أنا تشعر أمام هذا العجز بين قوسين أن السياسات الإنمائية العربية عاجزة إلى حد كبير وأنها لم تكن فيما يعني من الجامعة يخرج ثمانون ألف أربعون ألف ستون ألف ويوظف عشرون ثلاثون أربعون إلى أين يذهب هؤلاء ماذا يفعلون هل السياسات الإنمائية العربية في مستوى هذه الطاقة المتفجرة التي يمكن أن تذهب إن إلى الخير وربما إلى الشر أيضا للأسف لا كنا نتمنى أن يكون الجواب على الأقل لا ولكن لكن حتى اللكن مش موجودة التقارير الذي أشرته إليه هو وضع الأصبع على هذه السياسات هذه السياسات هي المسؤولة عن ما قلت لك أنها لن تستطيع أن تغطي في أفق 2050 من 60 مليون منصب شغل إلى مليون منصب شغل بسبب أنها لم تستطيع أن توفر الثروة ولم تستطيع أن توفر التكوين الذي يستطيع أن يوصل هؤلاء الشباب إلى سوق الشغل في مجال العولمة والانفتاح والتنافسية الحادة جدا لم تستطيع أن تحارب الفقر ما هو موجود من التروة عادة طبيعية تعلق بتروة طبيعية والتروة الفكرية والتكنولوجية والمعنوية والعقلية واقتصاد معرفة غير موجود ثم حتى هذه التروة الطبيعية محتكرة لفئة معينة لأنظمة ضريبية غير عادلة الفئات الهشة مهمشة لأنها لا تستطيع أن تضغط ولا أن تنزل الشارع لأنها غير مؤطرة وتعيش البوادي والقرى فعلا السياسات الإنمائية جزء منها العجز والتخلف جزء منها التبعية للغرب وجزء منها الفساد والريح هذه الثلاثية الآن دكتور هذه الثلاثية تهدم ولا تبني ربما قرأت لك لقاءات جميلة في موقفك الجميل فيما يخص القضية الفلسطينية وهي جزء تمثل الطاقة الحيوية في الشباب العربي الفلسطيني كيف تجد دور شباب الفلسطيني الذي انتقل من الحجر إلى السكين إلى المقاومة من أجل حقه في الأرض ومن أجل الأقصى أيضا الشباب العربي الآن ماذا يمكن أن يفعل؟ الشباب الفلسطيني ماذا يفعل؟ أنا أقول دائما في محاذراتي عن فلسطين وأنا أحاذر عنها أسبوعيا فلسطين هي الجرح ولكن هي الأمن فلسطين هي الجرح لكن هي المشعل اليوم تجربة شباب في غزة المحاصرة المجوعة على واحد في المائة من أرض فلسطين التاريخية أقل من ثلاثمائة كيلومتر محاصرون جوا وبرا وبحرا من الإخوة الأشقاء ومن الجيران الأعداء ومع ذلك في ظل هذا التجويع استطاعوا سنة 2009 أن يحققوا الحصول على شهادة البحث العلمي من البنك التنمية الإسلامي وهي شهادة لا تجامل أحدهم نعم ولم يحصل على هذه الشهادة لا جامعة سعودية ولا جامعة مغربية ولا جامعة مصرية حصلت عليها جامعة غزة الإسلامية استطاعوا سنة 2012 وهي السنة الوحيدة التي فتح فيها محبر رفع أيام مرسي أن يحصلوا 11 من نسبة نمو مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت قبل ذلك بأربع سنين والتي أنزلت نسبة نمو في الصين من 11-12 إلى 7-8 استطاعوا أن يخترعوا على المستوى العسكري وعلى المستوى المدني وهم مثال حي للشباب الذين يصنعون مستقبل في الظروف صعبة واستثنائية وهم أمل بذلك دقيقة ونصف دكتور أترك لك كلمة الختام وأنت معني بالشباب الحلم المستقبل الأمل وأيضا خدمة الأوطان الله عز وجل يخاطبنا شبابا وغير الشباب بقوله يا أولدنا آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ونبينا الكريم يقول الصبر نصف الصبر ويقول الصبر نصف النصر ولهذا شبابنا إذا صبروا في هذه الأوضاع المدلهمة وفي هذه الأجواء السلبية وفي ظل هذه السياسات الفاشلة وفي ظل هذا الانكسر إذا صبروا وأدوا واجبهم وقرأوا تاريخ الشعوب الأخرى التي خرجت من رماد ليقرأوا تاريخ اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمي التانية ليقرأوا تاريخ الخريف اللاتيني ليتعلموا منه ليقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاح الدين الأيوبي الذي انطلق من الرماد فإذا به طائر في نيق الذي يحرر براستين في معركة حطين يمكن إن شاء الله أن نستفيد دكتور عدت لي شروط النهضة عند مالك بن نبي وهي بسألة الأساسية هذه القابلية الجميلة في أن يكون شباب العربي المسلم قويا بأفعاله وأعماله وبخيريته أيضا شكرا لكم فضيلة الدكتور أبي زيد المقرأ الإدريسي على هذا الحوار الجميل في موضعه الشباب الآن والتحديات شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة ابقوا دائما مع الجزيرة مباشرة إلى اللقاء شكرا لكم